مرعوبة من الزمالك ومن اسمه صح أنا بقولك الشوت التاني أصلا معين الشعباني تمام؟ قلق من الزمالك يعني الجول اللي خطبه في الجزيرة في أول الشوت التاني هو قلق دا لو كان فيدل دايس أستقبل الجنين في نص ساعة دا احنا بنقولش عايزين يجي في ناجوان أستقبل الجنين في نص ساعة صعب قوي علينا كزمالكوية وعلى الجمهور انت خوصلت الجمهور النهاردة لمرحلة ان انت خلاص خصرت الكونفدرالي أول نص ساعة الشوت التاني يمكن الأمور تحسنت شوية من الأعيبة لأنه هو هو التشكيل بص أنا بعترف بحاجة يعني أنا اتفرجت مثلا على النهاية بتاع 2019 جروس عمل ايه؟ قفل الفلا اه ايه قفل لا باش هو عمل تحولات هتخطف وخلاص خلاص انت النهاردة حال واتغلب على فكرة في مرات الزباب واحد صفر كل ما راضين صح راضين ليه؟ لاني انت خد بالك مش في نص ساعة يجي فيك اتنين جون صح هدفين كده عارف انت لا قدر الله لا قدر الله ممكن معناهات الزمالك تنزل تلاقي النتيجة مختلفة هتلاقي واحد في التاني في التالت شكرا راحت البطولة لو عملت مهما عملت انت النهاردة عملت معدلات جاري مع زيزو ما كانش ينفع يعملها عشان كده بقول ايه؟ انت لو لعبت بتلاتة في نص الملعب هتريح زيزو وهتريح الهاف التاني وهتريح سيف الجزيري بشكل كبير جدا اقول لك حاجة لو لعبت تلاتة النهاردة دفاعيين قوي كنت ساعتها ممكن تقبل كصة سامسون دي عشان ما كانت شايبة عنده أدوار الدفاعية كتير قوي كان ممكن تقبلها مش مختلف اه لكن انت النهاردة ديته أدوار الدفاعية اشتريت منك في دي يعني اشتريت منك بس قريدي انت عندك بص في الماتشات دي انت محتاج لعيب نوعية لعيب يوق وقدام بالذات يعرف يوقف عالكرة ويشتغل مع زميله لان قريدي لو انت لعبت والكرة تقطعت لما بتوصل عند الفراودة خلاص شكرا مش هتعمل حاجة صح انا مش مصدق التشكيل اللي الراجل او فكرة لعب سامسونج هافلفت مش هي وبعد كده هافرايد مش هي بعدين صبر عليه قوي سبعين دقيقة كتير وبعدين برضو عمل حاجة تاني غريبة جدا يا كريم انا دونجا تصاب اتعور تعب عنده انذار خايف من عليه اسحابه وان مناصر منسي وحط حمدي ستة جنب شحاته وعندي لعيب مدافع برد عايز ياخد الريسك ويتعادل طب هو ده كلام طب هو النبي لو جيه فينا جون في الدقيقة تمانين ولا خمسة وتمانين ولا بعد ما طلع دونجا ثلاثة واحد هتبقى الأمور صحبة جدا صح يا باش انا عندي فرصة ومساحة ان انا حافظ على نتيجة كده اتنين واحدة اقل الخسائر انا ابتديت معاك الحالة بايه قلتلك النتيجة افضل ما في المباراة صح احنا راضيين جاكو مرويز زمالك على فكرة وانت كمودايل مفوت رضا او الله ينور عليك خاصة ان حالتك حية معظم اللعيبة النهاردة كمان مش في افضل احوالهم لا فتوح في حالته ولا احسام عبمجيت في حالته ولا جزيري على رغم ان جاب جمش في حالته في واحدة الشيط الأولاني سامسون سامسون يكنولا مجاش الماتش نضاي لما نزل مجاش في غلطات في الباص من في وقت انت محتاج ان انت تطلع شوف زيزو غلط كم غلطة شوف زيزو جري قد ايه انت خليت زيزو النهاردة يرجع فيه اوقات كان بيغطي على عمر جابر طب انا محتاج ان انا شق زيزو في الملعب بلغة الكرة بالشكل ده انا عايز اعمل تحولات هجومية وزيزو هو اللي هيفيدني في الحتة الهجومية الوحيد اللي بيقدر يحط الكرة تحت رجل ويشتغل كريم انا مطش سهل عارف انا اللي جاي مع الصابني ان المطش مش صعب بجد ده ونهض البركان بيلعب الكرة كمان سهل على ايه منافس فكرة الكرة التولية عارفاك ده النهاردة العدد التمريرات بتاعة لعيب الزمالك في المطش الوحش قوي ده وضع في التمريرات لعبت النهض البركان دك التمريرات لعبت الزمالك النهارة 80% لعبت النهض البركان 70% هم شغالين كورات طولية وخلاص فكورات طولية ده مفروض انت كفريق تبقى بالنسبة لك الامور اسهل بكتير ده هو اصلا الجيم ده جيم المدفعين بالزبط جيم مجموعة مدفعين بيدفعوا مش هيجي فيها جون وقلنا اول ربع ساعة مهمة جدا ما ينفعش يجي فيه الجون اول ربع ساعة وقلنا وكلمنا